سنقرأ لشهر 11 نوفمبر عام ٢٠٣٢٠ سنقرأ للبرج صاحب الشخصية الرائعة جداً والقوية قادر من خلالها مواجهة كل المشاكل والعقبات التي تواجهه وهو أيضاً من أبكى الأبراج ولديه ابتسامة كالسحر قادر من خلالها كسب القلوب الأشخاص اللي حوله هو شخص أيضاً روحاني بالفطرة لديه حاسة سادسة تعلمه بالخطر قبل حدوثه أكيد أنا بحكي عن البرج الرائع جداً برج الميزان الرجاء من الجميع اللايك التجيعي والأشخاص الجدد على القناة ما ينسوني بالاشتراك ومهم جداً يفعلوا زر الجرس عشان يكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالوا للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحتسبل الفيديو بصندوق الوصف ومراتاً بكتبه في التعليقات نرى يا أصدقائي كيف رح تكون معك الأحداث القادمة بإذن الله تعالوا لقد تجاوزتم فترة كانت مش سهلة عليكم مليئة في العقبات والعراقيل وخصوصاً أنه خيبوا آمالك أشخاص كانوا عزيزين جداً على قلبك لما احتشتهم ما لقيتهم جنبك علماً لما اعتازوك كنت دائماً تمدهم بيد العون وتساعدهم ستنجح بإثبات جدارتك رح تستخدم مواهبك وقدراتك لكي تدفع بمصالحك إلى الأمام موسقهم بإنجاز رائع جداً تفتخر به وتتلقى اتصالات رائعة جداً من أفراد العائلة وأيضاً أصدقائك المقربين واللي بيحبوك بمعنى الكلمة سيكثر من حولك الأشخاص اللي ينظر إليك نظرة الغيرة والحسد ودائماً هذول الأشخاص كانوا بيحاولوا إنهم يعيقوا تقدمك وأيضاً يحاولوا تشويه سمعتك سينزاح الغباش عن عيونك ورح تعرف صديقك من عدوك ورح تميز هذول الأشخاص بشكل واضح وما رح تتردد بمواجهتهم عشان نتوقفهم عند حدهم أما في الأمور العاطفية وخصوصاً الأشخاص لديهم نشريك حياة مستقبلي كيف يعني نشريك حياة مستقبلي؟ يعني بكون فيه شخص متفق انتوية على الزواج بإذن الله تعالى في القريب العاجل وليس الآجل يبتسم لك الحظ في الأمور العاطفية والفرصة متاحة لإتمام زواج ناجح وخصوصاً لأسبوع الثاني والثالث والثالث لا تتردد إنك تكون بجنب الحبيب وتبادله بعض الأفكار الرائعة جداً اللي حابين تعملوها في المستقبل أنت والحبيب ودائماً ذكروا بموعد الزواج عشان يظلوا ماخذ الأمور بجدية وبقرار حاسم أما الأشخاص اللي يبحثوا عن فرصة عمل جديدة تتاح لكم بعض الفرص في مجال العمل وخصوصاً بالأسبوع الأول راح تتمتع بطاقة إيجابية رائعة جداً وتشعر بثقة النفس الزائدة فاستغلها وخصوصاً هناك أفكار رائعة جداً ومخططات تدور في رأسك وتطلب منك التنفيذ لا تتردد أنك تحكي هذه الأفكار التي تدور في رأسك للأشخاص المقربين من حولك وستلاحظ أنهم سيتقربوا منك ورح يحاولوا يكونوا معك علاقات في الأمور المهلية كشراكة تعيد لك بالنفع وأيضاً في الدخل المادي الجيد سيكون نظام هذه الشراكات نظام الشريك مضارب كون هذا الشخص منه القوة المالية وأنت منك الجهد البدني والإدارة الداخلية وأنت بهذه الأمور رائع جداً لأنك قيادي بالفطرة أما في الأمور الدراسية يبتسم لكم الحظ ورح تبلو بلاء حسن ورح تحققوا نتائج رائعة جداً أكثر من ما تتوقعوا سيكون أغلب هذه النتائج من الأمور التي ستكون هذه النتائج رائعة جداً تفتخر بها تتلقى اتصالات رائعة جداً من أفراد العائلة واصدقائك المقربين حاولوا قدر المستطاع أنك تركز على أمورك اللي فيها مطالعة هناك تراجع بهذه الأمور كواجبات أو أمور مطلوبة منك منك أنت شخص ذكي جداً تحتل المراتب الأولى بس بي عندك نقطة ضعف اللي هي تردد في القرارات يعني ممكن تحكي هسا سأذهب لكي أدرس على هذا الامتحان ما بتروح بشكل سريع ممكن تتردد بهذا القرار لمدة 6 ساعات تلك تذهب وتدرس على هذا الامتحان حاول أنك تتمتع في القرارات الحاسمة في الأمور الدراسية واستغل كل وقتك وإن شاء الله سيكون النجاح دائماً حليفك تزداد نشاطاتكم الاجتماعية تطلق العديد من العزومات إلى مناسبات سعيدة مثل حفلات الزفا وأيضاً عزومات الغداء مستقن بهذه المناسبات رائع جداً بقمة الجمال والأناقة وابتسامتك الرائعة جداً كالسحر لن تكون وحيداً بل سيلتقوا الكثيرون حولك طالبين دعمك لهم أو منحهم الطاقة الإيجابية لا تتردد أنك تكون علاقات وصدقات جديدة لأن هذه العلاقات ستدفع بمصالحك إلى الأمام كمشاريع مهنية من ناحية ومن ناحية أخرى العازبون هناك العديد من المعجبون اللي سيكون فيه كصديقي يا برج الميزان بشهر 11 وخصوصاً على مواقع التواصل وأيضاً في الطرقات العامة نكمل يا أصدقائي بس قبل ما أكمل بحب أعلمكم أنه أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم للتعليقات التي تحت أسفل الفيديو كمسابقة كل آخر شهر اللي ما بحالف الحظ هذه المرة ما يزعل إن شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ وتكون من أحد الرابحين معي هذه القراءة طبعاً يا أصدقائي للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقوا روحوا الواتساب تحتسب الفيديو بصندوق الوصف ومراتاً بكتبه في التعليقات نرى يا أصدقائي طبعاً أيضاً الأشخاص اللي بتعرضوا للحسد والأمور السحرية وأيضاً الأعمال السفلية بنتناقش فيها بشكل مباشر وبإذن الله تعالى بنلاقي لها حل لكل ده في بإذن الله تعالى الدواء الشافي نكمل يا أصدقائي ونرى كيف الأحداث مع صديق لمولود برج الرائع جداً القوس سيقترح عليك أحد أفراد العائلة إلى الذهاب إلى رحلة ترفيهية في المناظر الطبيعية وخصوصاً أنك بالأون الأخيرة كنت تعيد جداً عن الأمور الترفيهية وأنت بحاجة أنك تكسر الروتين اليومي تبعك بهذه الرحلة الترفيهية مع أشخاص عاجزين جداً على قلبك ورح تتحدث معهم بأمور رائعة وأيضاً رح تستشيرهم ببعض الأمور المعلقة مثل شغلات أنت مش عارف تأخذ فيها قرارات نهائية ومتردد فيها وما رح يبخلوا عليك بالنصيحة اللي بتدفع بمصالحك إلى الأمام تنجحون أما القائمون على عملهم رح يبلوا بلاء حسن ورح يحققوا مكاسب مالية من أعمال إضافية خلاف العمل الأساسي اللي أنت قائم عليه ورح تقم بأعمالك بطريقة رائعة جداً أكتر من ما تتوقع وستلفت انتباه رؤسائك في العمل إليك والفترة مناسبة إلى ترقية أو إذا كان في عندك أي مطلب مثل في المثال سلفة أو إجازة كاستراحة وخصوصاً أنك بحاجة ماسة أنك تأخذ وقتك الكافي لكي تستعيد نشاطك وعافيتك من أول وجديد انتبه لصحتك اعلم يا صديقي يا برج الميزان إذا راحة الصحة راح كل شيء كل الحب التقدير لكم يا أصدقائي وإن شاء الله القادم سيكون أفضل أفضل بإذن الله تعالى تعالى